وفي نور الإسلام لنطبق وإياكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى في هذه الحلقة في بيت من بيوت الأيتام ومع ضيف شرف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان فكونوا معنا يزو في نور الإسلام مشاهدين الكرام يشرفني ويسعدني في هذا المكان الجميل ومع هؤلاء الأطفال أن يكون معنا ضيف شرف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك فسينا عمر الله يبرك فيك دائما دكتور حازم كنت مبادرا في أن تزرع فينا روح العمل الميداني وبصراحة الخروج من الاستوديوهات للعمل الميداني لقيتها أحلى بكتير يعني والله متعة لا يعادلة متعة يعني أن احنا نأكل الطعام ونمشي في الأسواق كده وانا قاعد وسط البنات اللي زي العسل دول اللي قدي بناتي أنا حاس أن أنا عايز أجي عايش هنا يعني وسط هذه الطفلات كل واحدة فيهم زي ظهرة جميلة كده ان شاء الله دول بكرة يبقوا قادة المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يبرك فيه دكتور حازم في هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك شهر رمضان كلمة بداية تحوث فيها إخواننا المشاهدين على زيارة بيوت الأيتام ودور المسنين والمستشفات في مثل هذا الشهر المبارك والله يعني بسم الله والصلاة والسلام والسؤول لله النزول للناس النزول للناس إن الإنسان يعني أنت الوقتي أو أنت الوقتي أو أنت وزوجتك الوقتي لما هتاخدوا بعض وتنزلوا وتزوروا دور أيتام أو مستشفى أو الموضوع ما كلفكش ساعة إنما أنت منتش عارف أنت أسعدت قلوب قدي أنت منتش عارف أنت فرحت قلوب قدي وما أنتش عارف أنت بسبب القلوب اللي فرحت بسببك أنت ربنا هيفرح قلبك قدي إيه مجرد دخول حضرتك يا دكتور حازم والأولاد فرحانين بحضرتك وعمه حازم يجي وكلهم داخلين عليك ويحضنوك دي في حد الزات الوحيدة فرحة ونحن نسا عملناش حاجة أنا والله أنا فرحان بيوم أوي 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 يعني ربنا يحفظه مبارك في يوم وعلى قد ما هنفرح الناس على قد ما ربنا هيفرحنا ربنا نزل صورة كاملة في سيدنا أبو بكر الصديق اللي هي صورة إيه صورة الليل صورة كاملة نزلة في صحابي واحد اللي هو بكر الصديق بسبب كلمة واحدة ربنا بيقول فأما من إيه أعطى أعطى إنه كان طاقة أعطاء للناس بسبب إن سيدنا أبو بكر طلع كل ماله عشان إخوانه عشان يعطي إخوانه ربنا نزل فيه صورة كاملة في القرآن الإنسان اللي متعته إنه يعطي اللي متعته إنه يدي انه متاعته انه يفرح الناس. فده طبعا دي متعظيمة لا يعدي لها شيء. طيب نبدأ مع الاطفال بقى وشوف حضارك بقى هاته ده معهم ازاي? نبدأ مع الامامير بقى. شايا. فين بقى هبة? البطر هاي هبة والبطر هاي هبة? اهلا اهلا اهلا. وفين سوسن? ازاي كي سوسن? وانت كمان سوسن? ما شاء الله. ما شاء الله. يعني احنا عند فيه اتنين سمر برضو? يعني فيه اتنين هبة واتنين سمر واتنين سوسن. طب والامورة جنبك دي دي بطر حازم. اسمي. اسمك ايه? اسمي. اسمي. تعرف عامو اسمه ايه? عامو حازم. عامو حازم. طب عارفاني انا? عامو عمر. عامو عمر. ما شاء الله. وانت اسمك ايه امورة? اعيش. اعيش. بطر حازم جنبك ومع المايك. دي اوشي بقى. اوشي. طب بصوا يا بنات انا يعني بصوا الجويز دهيت. الالعاب الجميلة قوي دهيت. احنا هنعملها لكم. هقول لكم فزورة. لو جوبتوها اللي هتجوابها هتاخد ايه? هتاخد لعبة. هتاخد جايزة. ايه الحاجة? اللي من بره خضرة. من بره ايه? خضرة. ومن جوه حمرة. وفيها بزر اسود. واول حرف فيها راء. اول حرف فيها رماء. لا او رمان من بره خضرة. ومن جوه حمرة. وفيها بزر اسود. اه? امال ايه عارفين الحاجة اللي من بره خضرة. ومن جوه حمرة. وفيها بزر اسود. واول حرف في مينها راء. تبقى ايه? لا ربع بطيخ. ربع بطيخة. شاقفين ربع بطيخة? ربنا حبيبتي احفاظكم ويبارك فيكم يا رب. انا عايز اسألكم الوقتي بقى. انتو عايزين تطلعوا ايه لما تكبروا? يلا يساوسا. عايزة تطلعوا ايه لما تكبروا? دكتور. اطلعوا ايه? دكتور. الرب من المي. دكتور. عايزة تطلعوا دكتورة. طيب مين فيك يا بنات اللي عايزة تطلع دعية اسلامية? اه? لا يا خراشي. انتو عارفين اللي بتكا... مين اللي عايزة تطلع? اه? اسميكم. اه? اقوش اقوشي. اه? عايزة تطلع ايه? دكتور. عايزة تطلعها دكتورة? طب وانت عايزة تطلع ايه? دكتورة. الله. طب وانت عايزة تطلع ايه? دكتورة. طب معانين في الكادر الجديد بتاعك واسه. انتو عارفين مردة بالدكتور كام يا بنات? انا لو قلتلكم لو قلتلكم مردة بالدكتور كام? كلكم هتلغوا الفكرة دي من دماغكو تماما. اه? زدقون يا بنات. هو الوقتي يعني في حاجات تانية ممكن يعني فيه لعبة كرة مثلا ممكن تطلع لعبة كرة يعني ممكن على ايامكم بقى يبقى فيه فرق قومية مهندسة مهندس مهندس يعني عايزين تطلع دكتورة ومهندسة طيب ربنا يا وفاكوا يا بنات بالصراحة ماشاء الله ماشاء الله طب انا عايز اسألكوا سؤال بقى جميل اوي عاملين ايه في الصلاة مين بيصلي كلكم بتصليوا ماشاء الله كلكم بتصليوا ماشاء الله طيب عاملين ايه في الصلاة مين اللي بتحفز عالصلاة اللي بتحفز عالصلاة ترفع ايديها ماشاء الله عشان كده كلكم هتاخدوا جوايز انتو عارفين اللي ما بيصليش ربنا بيعمل فيه ايه ربنا بيزعل منه وبيروح النار وبيروح النار صح ولا لا انتو عارفين اللي بيصلي شطرين انتو عارفين اللي بيصلي ربنا بيوديه فين واللي ما بيصليش بيروح فين? الله. واللي بيصلي عارفين سيدنا محمد يحبه قد ايه? قد الدنيا. طب انتو عارفين يا بنات? ها? انتو عارفين اللي اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام? سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اعظم شخصية في الدنيا كلها. واكتر حد كلنا نفسينا ان احنا نشوفه يا هبة. صح يا سوسن? اكتر حد كلنا نفسينا ايه? نشوفه. صح ولا لأ? سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يتيم. كان يتيم سيدنا محمد. ولكن رغم انه كان يتيم وان بابا مات وان مامته ماتت وان هو طلع يتيم الا انه طلع اعظم شخصية في الدنيا كلها. صح ولا لأ? يبقى ممكن طفل يبقى يتيم ولكن يبقى اعظم واحد في الدنيا نهاية كلها. يبقى اعظم دكتور في الدنيا. اعظم مهندس في الدنيا. اعظم واحدة في الدنيا. صح ولا لأ? صح. طيب ربنا يبرك فيك ويوفقك يا رب واحنا عايزين نديكم الجواز الحلوة بقى يزهو في نور الاسلام في الخير حديث وكلام في الخير شفاء الاسقام والصحبة سر سعادتنا والعمل الصالح براس يزهو في نور الاسلام يزهو في نور الاسلام في الخير حديث وكلام في الخير شفاء الاسقام والصحبة سر سعادتنا والعمل الصالح براس يزهو في نور الاسلام يزهو في نور الاسلام في الخير حديث وكلام في الخير شفاء الاسقام يزهو في نور الاسلام دكتور حازم في نهاية هذه الحلقة ومع فرحة الاطفال بالفوريس رمضان تقول لهم ايه؟ يعني اه يعني ربنا يبرك فيهم جميعا يا رب ودول ولادنا بالزبط زي ما ولادنا اللي في البيت ولادنا ويعني يعني وكل طفل في الامة نتمنى انه هيطلع ان شاء الله قائد من قواد المستبع البكرة ويعني وبقول للناس يا جماعة يعني ان الاطفال دول يفرحوا الفرحة دية تلوقتي مفيش حاجة في الدنيا تسويها ان احنا نتحرك ان كل دعية يتحرك ان كل اخ يتحرك ان كل وقت تتحرك ان احنا ننزل ونفرح الناس ان احنا نسعد الناس ان احنا يعني ننشر الخير في كل مكان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني هو ده الانسان اللي عمره له ايمة وهو ده الانسان اللي عند ربنا سبحانه وتعالى له ايمة ربنا يبرك فيكم كل سنة وانتو طيبين وربنا يحفظكم مشاهدين الكرام فرحتنا وفرحتكم لا تقدر في نهاية هذه الحلقة يا جماعة عبانات كلنا نقول يلا شكرا شكرا لبرنامج زائر الرحمة لبرنامج زائر الرحمة نلقاكم غدا بمشاهدين الكرام بإذن الله مع السلام في الخير حديث وكلام في الخير شفاء الأسقام والصحبة سر سعود